البنك الدولي توقع تحقيق مصر اعلى معدل نمو في اقتصادات الشرق الاوسط البرلمان العراقي يحدد الخميسة المقبل موعدا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية روسيا تستهدف منشآة عسكرية واقتصادية اوكرانية باسلحة بعيدة المدى الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جرينيتش نشرة اخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري اهلا بحضراتكم ابرز المركز الاعلامي لمجلس الوزراء تقرير البنك الدولي الذي توقع تحقيق مصر لاعلى معدل نمو بين اقتصادات الشرق الاوسط وشمال افريقيا ووفقا للتقرير فقد توقع البنك الدولي ان تحقق مصر معدل نمو يصل الى 4.8% في عام 2022-2023 وهو افضل معدل بين اهم اقتصادات الشرق الاوسط وشمال افريقيا كما اظهر التقرير تحقيق مصر معدل نمو بنسبة 6.6% خلال عام 2021-2022 وهو اعلى مما كان متوقعا في ابريل الماضي والذي بلى 5.5% فقط فضلا عن توقع البنك النمو الدولي المستوردة للنفط بالمنطقة بمقدار 4.5% خلال عام 2022 و4.3% لعام 2023 مضيفا ان مصر تقود هذه المرموعة بنمو مدفوع بصادرات الغاز وقطع السياحة والاتصالات للمزيد من المتابعة والتحليل ننضم الينا عبر الهاتف الدكتور عمر سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان دكتور عمر أهلا بك ضيفا كريما على شاشة التلفزيون المصري أهلا بحضرتك تحيطي الحضرتك والأستاذ المشاهدين أهلا بحضرتك دكتور عمر الدولة المصرية استطاعت من خلال تمكنها من إدارة المخاطر الاقتصادية وسن سياسات اقتصادية جديدة من شأنها أنها بتعزز القدرة الدولة المصرية على تخطي كافة الصعابة التي واجهتها وواجهها العالم من خلال أزامات الاقتصادية كيف نجحت مصر في التخفيف من حدة التدعيات الاقتصادية الدولية وأثرها على الاقتصاد المصري أشكر حضرك على السؤال وبأكد على فكرة مهمة جدا نحن لا نتحدث عن معدلات وردية في المطلق أو تحسن في مستوى المعيشة وانخفاض الأسعار وتراجع في ظل أزمة عالمية كبيرة طاحنة بيكون فيها تحقيق هذه المعدلات الحفاظ على المعدلات الموجودة أو تحسنها زي ما بتعمل مصر هو ما يشبه الإنجاز رغم أن العالم كله يئن ويعاني رغم أن بالتأكيد معدل التضخم هذا العام في مصر هو أعلى من العام الماضي ولكن لما نشوف حجم ارتفاع الأسعار في مصر وانقرنه باقي دول المنطقة أو دول العالم أو لما نشوف معدل النمو في مصر وانقرنه بباقي المنطقة وباقي العالم نجد كيف أن الاقتصاد المصري أصبح قوي بالكيفية التي تجعله يقدر يتعامل مع الصدمات الاقتصادية ومع الظروف والأزمات الطريقة بهذا الأداء وبهذا المستوى وبالتالي لو خدنا الرقم بس أربعة وثمانية من عشر في المية هل هو رقم يتناسب مع الطموح المصري ومع الخطط اللي كانت موجودة عندنا في مصر في 2019 الإجابة لأها وإحنا معدلات الموجودة عندنا أكتر من ستة في المية وستة ونصف في المية لما ناخد مستوى التضخم اللي هو أربعة وثمانية منقرنه بطموحاتنا اللي كانت موجودة لا القيادة المصرية وعدت وأوفت إن احنا وصلنا المعدل تضخم في 2019 كنا وصلنا إلى رقم أحادي وابتدينا نتكلم في سبعة في المية وخمسة في المية والأسعار استقررت ولكن بعد أزمتين طاحنتين متتاليتين على العالم الكورونا ثم الحرب الأوكرانية الروسية وتبعاتها في أزمة الطاقة والغذاء نجد الاقتصاد المصري يستطيع أن يحاقق أربعة وثمانية من عشر وهو أعلى من كافة الدول البترولية كافة الاقتصاديات المتنوعة اللي موجودة في المنطقة اللي عدد سكانها أقل بكتير من مصر اللي صادراتها ولديها فائد في ميزان التجاد فنجد أن تقرير بنك الدولي بيقول تحسن في معدل النمو تراجع في عجز الموازنة تراجع في العجز في ميزان المتنوعة لو حبي نسأل حضرتك دكتور عمر عن انعكاس يعني هذا النمو والتطور الذي حصل في الاقتصاد المصري وعن السياسات التي اتخذتها الدولة لمجابهة كل التحديات اللي حضرتك ذكرتها سواء في أزمة كورونا أو في الأزمة الروسية الأوكرانية وانعكاس كل هذا تطور والنمو في الاقتصاد على المواطن المصري رؤية الاقتصاد القيادة المصرية في أن يعتمد النمو الاقتصاد المستدام في مصر على المشروعات القومية وعلى القطاع الخاص وليس القطاع الخاص فقط هو واحد من أهم كلمات النجاح ومفاتيح النجاح لتحقيق هذه معدلات النمو في الوقت اللي بيتراجع فيه القطاع الخاص بعض الشيء بنجد أن الدولة لم تتوقف المشروعات القومية فيها ولو للحظة لم يتوقف في عز الأزمة في الكورونا والعالم كله يغلق كانت المشروعات القومية في مصر تعمل بكفاءة تدخل الدولة وإحنا شفنا تغيير القيادات تغيير شامل للقيادات الاقتصادية في مصر في تغيير الوزاري الأخير أو في البنك المركزي وغيره هذا التدخل هو الذي ينقن من يعني نستطيع القول دكتور عمر أن التدخل الذي قامت بها الدولة كان في صالح المواطن وفي صالح الاقتصاد المصري بالإجابة والتطور الجابة شكرا جزيلا على كل حوال ضيفي الكريم الدكتور عمر سليمان أثاذ الاقتصاد بجامعة حلوان كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك أعربت السيدة انتصار السيسي عن كامل تقديرها واعتزازها بالفتيات ودورهن الأساسي في المجتمع وقالت السيدة انتصار السيسي في تغريدة بمناسبة اليوم العالمي للفتاة إن الفتيات يساهم في بناء الوطن حاضره ومستقبله مشددة على ضرورة دعمهن وتأهلهن ليكون ذخرا للوطن وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال الـ 24 ساعة الماضية من ضبط 494 قضية تموينية بمضبوطات وصلت لـ 216 طن أما في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 170 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط 46 طن في مجال قضايا المخابس تم ضبط 720 قضية من بينها 72 قضية خبز ناقص الوزن و80 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد الأرز الشعير تم ضبط 18 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 114 طن أكد وزير الخارجية سمح شكري حرص مصر على تعزيز العلاقات مع مولدوفا وإيجاد آلية للتشاور بين البلدين وخلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية أكد شكري أن المباحثات تركزت على علاقات التعاون بين البلدين وصبول تعزيزها في مختلف المجالات على ثلاثة اتفاقيات الأولى في إقامة حوار سياسي على مستوى وزيري خارجية البلدين والآخر في إتاحة الدخول للبلدين دون تأشيرة لحامل جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والثالثة في التعاون بين معهد الدراسات الدبلوماسية في البلدين وكل ذلك في إطار الحرصة على تعزيز العلاقة ووجود آلية للتشاور الدوري فيما بين البلدين وهذا من شأنه أن يعزز من العلاقة والوزير يصحب معه وفد اقتصادي وتم على هامش الزيارة عقد المجلس الأعمال المصري الملدوفي ويأتي ذلك أيضا من خلال الحرص على تعزيز العلاقة التجارية وإيجاد مجالات جديدة للتعاون تعزز من الفائدة المشتركة وردا على سؤال حول مؤتمر كوب 27 والمقرر شهر القادم بشار مشيخ أكد شكري وجود إتمام واهتمام واسع نطاق على مستوى الرؤساء ورؤساء الحكومات حول العالم للمشاركة في المؤتمر معاربا عن تطلع مصر لأن يسفر هذا المؤتمر عن نتائج ملموسة وإيجابية تسهم في القضاء على التحدي المرتبط بتغير المناخ فيما يتعلق بالتحديلات لاستضافة مصر للمؤتمر كوب 27 فبالتأكيد أن هناك اهتمام واسع على المستوى الدولي وكل الأطراف التي تتفاوض خلال هذا المؤتمر سجلت للحضور بالإضافة إلى عدد وفير من الرؤساء الدول والحكومات التي يشاركوا في الشق رفيع المستوى التي تستضيف مصر اتصالا من عقاد المؤتمر لن أتحدث على أرقام بعينها ولكن أستطيع أن أقول أن هناك اهتمام وحضور واسع نطاق على المستوى الرؤساء ورؤساء الحكومات ونتطلع بأن يصفر المؤتمر عن نتائج ملموسة وإيجابية تسهم في مقاومة والقضاء على التحدي المرتبط بتغير المناخ ونتبع الآن المؤتمر الصحفي للأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ هل تشتركون في هذا التقييم في الحلف الأطلسي وعند هذا الحد في هذه الحرب ما الذي قد يتغير في ساحة الميدان وكذلك تعقيبا على سؤال تاري لقد ذكرت بأن الوزراء سيبحثون مسألة تعويض المخزون في الغد فالحرب منذ سبع أشهر قائمة لماذا لم تفعل ذلك من قبل؟ أولا بدأنا الحوار مع الصناعة هذه والحلفاء بشأن كيفية زيادة الإنتاج وتعويض ما أخذ من المستودعات كان هناك اجتماع على مستوى الناتو وهذا عمل مستمر ولكن عندما يجتمع الوزراء غدا فهذه فرصة ممتازة للتعرف على ما حققناه وما استطعنا عمله من ناحية زيادة الإنتاج وأيضا اتخاذ قرارات جديدة بشأن كيفية التأكد من أننا لا نستعمل الموجود الحالي وإنما نقوم بزيادة الإنتاج أيضا إنتاج الذخائر والأسلحة للتأكد من الردع تابعنا مشاهدين جانبا من المؤتمر الصحفي الأمين عام حلف الناتو يانس ستولتنبرغ حول تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وقد قال الأمين العام للناتو إن أي هجوم متعمد على البنية التحتية للحلفاء سيقابل برد حازم ومؤحد كما قال ستولتنبرغ إن الحلف لم يشهد أي تغييرات في تموضع قوات روسية النوابية حدد مجلس النواب العراقي جلسة الخميس القادم موعدا لانتخاب الرئيس الجمهورية وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي ذكر أن رئيس المجلس محمد الحلبوسي أعلن أن جدوى الأعمال جلسة يوم الخميس القادم والموافق ستكون من فقرة واحدة وهي انتخاب رئيس الجمهورية جددت الولايات المتحدة التزامها بالشراكة مع العراق لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان بمناسبة مرور عام على الانتخابات العراقية أن الولايات المتحدة تؤكد رفض العنف وتدعو جميع الأطراف المعنية إلى شق طريق سلمي وشامل للخروج من الأزمة الحالية مشددة على تأييد واشنطن لإجراء حوار واسع وشامل لتشكيل مسار مشترق إلى الأمام وقع رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نبيب باميقاتي قانون الموازنة العامة عقب تسلمه من مجلس النواب وأحاله إلى رئاسة الجمهورية وأقر مجلس النواب اللبناني قبل أسبوعين الموازنة العامة لعام 2022 بأكثرية 63 صوتاً ومعارضة 37 وامتناعي 6 نواب عن التصويت وغيابي 22 نائباً عن الحضور أكد وزير الحج والعمر السعودي توفيق بن فوزان الربيع حرصه على زيارة مصر لبحث وتقديم كافة التسهيلات للمعتمرين المصريين مشيراً إلى إطلاق منصة نسك والتي تساهل استخراج التأشيرات للمعتمرين أضاف الوزير السعودي أن زيارته للقاهرة على رأس وفد رفيع المستوى والتي بدأت منذ السبت الماضي شهدت العديد من اللقاءات على مسؤولين ومع مسؤولين مصريين لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في عدة مجالات ومنقشة أفق تطوير العلاقات المتميزة بين البلدين خاصة بعد رقمنة جميع الخدمات والبرامج وتقديمها إلكترونياً من خلال منصة نسك الهدف من الزيارة حقيقة هو توضيح الإجراءات السهلة الآن التي تمت للوصول المعتمرين وكذلك التعريف منصة نسك الجريدة التي تتيح لأي شخص الدخول عليها والحصول على باقة العمرة والخدمات ما فيها السكن والنقل إلكترونياً بإجراءات سهلة وبتكاليف منخفضة كذلك التباحث على أي تحديات ممكن نساهم فيها لتسهيل وصول المعتبرين والحجاج من مصر إلى المملكة العربية السعودية إلى تطورات ملف الأزمة الروسية الأوكرانية حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية شن هجوم مكثف بأسلحة جوية وبحرية بعيدة المدى موجهة بدقة ضد المنشآت الأوكرانية وأضافت الوزارة أنها أصابت كل الأهداف المحددة في أوكرانيا والتي تشمل منشآت القيادة العسكرية والطاقة مشيرة إلى أنه تم تدمير قاعدتين لتخزين الوقود للمعدات العسكرية الأوكرانية في منطقة دينيبروكيتروباسكا بالإضافة إلى تدمير خمس مستودعات للأسلحة بالقرب من نيكولايف ومن جانبها أعلنت أوكرانيا ارتفاع حصيلة الهجمات الصاروخية الروسية إلى 19 شخصاً إضافة إلى إصابة أكثر من 100 آخرين كما كان متوقعاً أتى الرد الروسي على السهداف جسر القرم سريعاً وعنيفاً حيث شنت موسكو عشرات الضربات الصاروخية على العاصمة الأوكرانية كييف والعديد من المدن والمناطق في مختلف أرجاء البلاد هذه الضربات تشير إلى إمكانية خروج الأمور عن السيطرة ودخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي تكاد تكمل شهرها السابع مرحلة جديدة تطيح بقواعد الاشتباك السابقة وتفتح الطريقة أمام هجمات مفتوحة الرد الأمريكي على هذه الضربات الروسية جاء من الرئيس جو بايدن حيث تحدث مع الرئيس الأوكراني فلودمير زيلينيسكي للأعراب عن تضامن واشنطن مع كييف وبحسب البيت الأبيض فقد أدان الرئيس الأمريكي الضربات الروسية وتعهد بمواصلة تزويد أوكرانيا بالدعم اللازم للدفاع عن نفسها بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة كما شدد الرئيس الأمريكي على مشاركته المستمرة مع الحلفاء والشركاء لمواصلة فرض التكاليف على روسيا ومحاسبتها على ما وصف بجرائم الحرب والفضائع في الوقت نفسه تعهد البيت الأبيض بتزويد أوكرانيا بالمساعدات الأمنية والاقتصادية والإنسانية بينما تقول موسكو أن الدعم العسكري الأمريكي لكييف يؤدي إلى إطالة أمد النزاع ضرب كييف رسالة روسية بأن العودة لخيار إسقاط نظام زلينيسكي الذي طرح في بداية الهجوم الروسي لا يزال قائما وأن بإمكان موسكو تفعيله متى أرادت لكن سيتحتم عليها تحمل العواقب قالت هيئة الأركان الأوكرانية أن القوات الروسية تهاجم حاليا منطقة فينيتسا واصف البلاد بطائرات مسيرة لتدمير البنية التحتية الحيوية وأفادت الهيئة بأن القوات الأوكرانية صدت خمس هجمات في اتجاهات دخار كييف وخيرسون كما قصفت مركزا للقيادة تابعا للجيش الروسي أوضحت الإدارة العسكرية الإقليمية في فينيتسا أن روسيا قصفت محطة لتوليد الكهرباء الحرارية في فينيتسا دعا وزير الخارجية الروسية سيرجيل أفروف إلى عدم تدخيم موضوع التهديد النووي لبلاده بشكل مصطنع وقال لبلاده تعليقا على تصريحات غربية بشأن ضربة نووية محتملة من جانب روسيا قال إن سياسة روسيا النووية ستكون بشكل دفاعي فقط وبهدف الردع لافتا إلى أن روسيا لا تقبل تهديدات الغرب فيما يتعلق باستخدامها المحتمل للأسلحة النووية يأتي هذا فيما شدد نائب وزير الخارجية الروسي سردي رياكوف على أن تنامي التدخل في الصراع الأوكراني سيدفع روسيا لاتخاذ إجراءات مضادة مناسبة وغير متكافئة هذا وقد قام وزير الدفاع الروسي سردي شويدو بزيارة لإحدى منشآت التدريب بالمنطقة العسكرية الغربية الروسية وأظهرت لقطات فيديو وزير الدفاع الروسي وهو يتابع تدريبات لجنود الاحتياط الذين تم تعبئاتهم مؤخرا وهم يتدربون على إطلاق النار كان شويدو قد أعلن في الرابع من أكتوبر عن تجنيد أكثر من 200 ألف شخص من أطي 300 ألف حتى الآن ترجمة نانسية قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تعمل ضد أي طرف في أسواق الطاقة العالمية ويأتي هذا بعد أسبوع من انتقاد واشنطن لقرار مجموعة أوبك بلس لمنتج النفط بتطبيق خفض كبير لإنتاج النفط خلال محادثات مع الرئيس الامراطي محمد بن زايد آل نهيان الذي بدأ زيارة لموسكو اليوم أضاف بوتين أن روسيا تسعى لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة والتأكد من أن هناك توازن بين العرض والطلب أعلم أن تحقيقنا نفسك ونحن نفسك ونحن نفسك إن المهمة الأساسية يجب أن تكون ضمان تراجع أسعار الوقود الأخفري من الغاز والنفط والفحم مشيرا إلى أنه لا يمكن القيام بذلك من جانب واحد وأعرب شولتس عن اعتزانه ترحى قضية المسئولية المشتركة لا سيما فيما يتعلق بأسعار الغاز في جميع محادثاته الدولية بما في ذلك المؤتمر الذي سيعقد عبر الفيديو لزعماء مرموعة السابع اليوم قال الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغن إن الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي قد يتجهان نحو الرقود وذلك بحلول منتصف العام المقبل فيما حذر رئيس البنك الدولي ومديرة صندوق النقد الدولي من تزايد خطر حدوث ركود عالمي نحو الركود يسير الاقتصاد العالمي رغم محاولات البنوك المركزية والحكومات اتخاذ خطوات من شأنها تنشيط الاقتصاد اقتصاد تأثر بشدة من ضربات موجعة بدأت شرارتها من أزمة كورونا التي ضربت الاقتصاد العالمي تلتها الأزمات الدولية المتتالية ويتصدرها الأزمة الروسية الأوكرانية بنك جي بي مورجان توقع أن يتاج اقتصاد الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي نحو الركود في غضون من 6 إلى 9 أشهر البنك رأى أن التضخم الجامح ورفع أسعار الفائدة بشكل كبير والأزمة الأوكرانية فضلا عن التأثير المجهول لسياسة التسير الكمي لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي من بين مؤشرات الركود المحتمل تصريحات البنك تأتي في وقت تستعد فيه البنوك الأمريكية الكبرى للإعلان عن أرباح الربع الثالث من العام كان رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس ومديرة صندوق النقد الدولي كريستيلينا جورجيفا قد حذر من تزايد خطر حدوث ركود عالمي قائلين أن التضخم لا يزال يمثل مشكلة كبيرة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية أظهرت بيانات رسمية أن البطالة في المملكة المتحدة لا تزال قريبة من أدنى مستوياتها في خمسين عاما بعد أن تراجعت خلال الصيف وبحسب البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية فإن معدل البطالة في بريطانيا انخفض إلى ثلاثة ونصف في المائة في الفترة من يونيو وحتى أغسطس 2022 متراجعا بثلاثة من عشر في المائة عن الأشهر الثلاثة السابقة وبخمسة من عشر في المائة عن مستويات ما قبل الجائحة حضر برنامج الأمم المتحدة الإنمائية من أزمة ديون خطيرة تتمكن الآن من أفقر مناطق العالم هذا وقدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائية أن 54 دولة تمثل أكثر من نصف أفقر سكان العالم بحاجة ماسة الآن إلى تخفيف فوري للديون لتجنب زيادة الفقر المتقع ومنحها فرصة للتصدي لتغير المناخ وفقت المفوضية الأوروبية على تخصيص ثلاث مليارات وثلاثمائة وسبعين مليون يورو دعما لأستونيا وأكدت وزارة المالية في استونيا أن القرار الذي تم تفاوض عليه منذ فترة طويلة يوفر أكبر قدر من الأموال الإضافية مشيرة إلى أن هذه المساعدة سيتم توجيهها إلى توفير الطاقة وتطوير استونيا كما وفقت المفوضية الأوروبية على تخصيص 150 مليون يورو لحماية أمن إمدادات الكهرباء في فنلندا وقالت المفوضية أن هذا القرار سيسهم في تعزيز أمن إمدادات الكهرباء وضمان التوازن بين العرض والطلب على الكهرباء خلال فترات ذروة الاستهلاء مشيرة إلى أن روسيا كانت توفر لفنلندا نحو 1400 ميجاواط في مايو الماضي أكدت اللجنة الاقتصادية الأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكريبي ارتفاع معدل التضاقم في اقتصادات أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكريبي منذ مايو 2020 واعتبارا من يونيو 2022 سجلت اقتصادات أمريكا الجنوبية في المتوسط أعلى مستوى للتضخم وصلت لنسبة 8.7% تليها اقتصادات المنطقة الوسطى بنسبة 7.7% لم تؤثر العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا على أوروبا فحسب بل امتد تأثيرها إلى أمريكا اللاتينية التي أصبحت تعاني ارتفاعا كبيرا في أسعار المواد الغذائية وتواجه دول أمريكا اللاتينية تباطؤا في النشاط الاقتصادي فضلا عن ضغوط تضخمية خاصة في الغذاء والطاقة وهو ما يزيد من عوامل ارتفاع مستويات الفقر وانعدام الأمن الغذائية ففي الأرجنتين توقع الخبراء أن تشهد الأسعار ارتفاعا بنسبة 100% بحلول ديسمبر المقبل مما يعزز المزاعم بأن الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية تتجه للحفاظ على أعلى معدل تضخم مسجل في العالم بين الاقتصادات الرئيسية ووفقا لللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وصل معدل التضخم في اقتصادات أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إلى أعلى مستوى بنسبة بلغت 8.7% قالت كوريا الجنوبية أنها باتت قادرة على اكتشاف واعتراض الصواريخ الكورية الشمالية وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في مؤتمر صحفي ذكر أن نظام الدفاع الجوي والصاروخي الكوري الجنوبي سيمكن سول من اكتشاف استفزازات بيونج يانج واتخاذ كافة الإجراءات الدفاعية نملك القدرة على اكتشاف واعتراض الصواريخ الكورية الشمالية بواسطة أنزمتنا الدفاعية أن أهم شيء في مراحل الهجوم هو تأمين الاستطلاع والمراقبة نحن نعتقد أن قدراتنا في مجال الاستطلاع والمراقبة قد وصلت إلى مستوى متقدم ومن الواضح أن هناك حاجة لمزيد من تعزيز هذه القدرات تنظر المحكمة العليا في المملكة المتحدة اليوم وغدا في شرعية الطلبات السكتلندية لتنظيم استفتاء جديد العمل مقبل حول الاستقلال من دون موافقة حكومة لندن وتسعى حكومة نيكولاس تورجن القومية في أدنبرا إلى تنظيم استفتاء جديد يديب الناخبون فيه على سؤال عما إذا كانوا يوافقون على أن تكون سكتلندا دولة مستقلة أعادت اليابان فتح حدودها أمام السائحين بعد نحو عامين ونصف العام من القيود المشددة لمكافحة انتشار فيروس كورونا واعتبارا من اليوم سمحت اليابان بدخول مسافرين من 68 بلد ومنطقة دون الحاجة إلى تأشيرة كما رفعت أسقف الذي كانت قد حددته لعدد القادمين وألغت شرط الدخول ضمن رحلة سياحية محجوزة مسبقة أعلنت السلطات الأمريكية ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار إيان الذي ضرب جنوب شرق الولايات المتحدة إلى 107 أشخاص أغلبهم في فلاريدا الولايات الأكثر تضررا من الإعصار المدمر وفي أمريكا الوسطى ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار جوليا إلى نحو 26 قتيلا وأربعة مفقودين على الأقل دمار كبير وعشرات الضحايا وأحياء كاملة تحت المياه هذه هي حصيلة الإعصار إيان الذي ضرب جنوب شرق الولايات المتحدة أواخر سبتمبر الماضي وأصبح واحدا من أعنف الأعصير في التاريخ الأمريكي حيث تجاوز ضحاياه مائة شخص وهي حصيلة مرشحة للزيادة وكانت فلاريدا هي الولاية الأكثر تضررا من الإعصار تلتها ولاية كارولينا الشمالية السلطات الأمريكية أكدت أن إعادة بناء المناطق الساحلية التي دمرها إيان في فلاريدا ستستغرق شهورا وستتكلف 50 مليار دولار على الأقل وفي أمريكا الوسطى لم يختلف الوضع كثيرا من جراء الأعصار جوليا الذي تم الإعلان عن تراجع قوته إلى عصفة استوائية وذلك لدى وصوله إلى نيكاراجوا قبل أن يتبدد فوقها تماما وبلغ عدد ضحايا الأعصار نحو 26 شخصا على الأقل في هندراس والسلفادور وجواتيمالا بجانب ما خلفه من دمار واسع المركز الوطني لمراقبة الأعصير أعلن أن جوليا تبدد تماما محذرا في الوقت نفسه من أن الأمطار الناجمة عنهما تزال قادرة على التسابب بفيضانات في أمريكا الوسطى وجنوب المكسيك ويعد جوليا هو ثاني أعصار في الموسم الحالي يضرب أمريكا الوسطى بعد بوني في يوليو على طول الحدود بين نيكاراجوا وكستريكا هي إذن ظروف عصيبة تعيشها عدة مناطق حول العالم بسبب تداعيات التغيرات المناخية التي تمثل خطرا كبيرا على الكثير من الدول أبرز مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقرير الوكالة الدولية للطاقة بشأن ضرورة تكثيف التعاون الدولي لتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة وقام المركز برصد متابعة تقرير وكالة فيتش بشأن يهمية قضايا الطاقة في سلم أولويات الشراكة بين الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي كما صلتت تقرير الضوء على العديد من المشروعات التي تنفذها مصر وتشرع في تنفيذها في مجال الهيدروجين الأخضر تشهد الاستعدادات الخاصة بمؤتمر المناخ قابا 27 والمقرر عقده في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ فعاليات مهمة يتم تنفيذها على أرض الواقع من بينها مبادرة التخلص من الأكياس البلاستيك نتابع ضمن استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستقبال قيمة المناخ كوب 27 تعاونت محافظة جنوب سيناء ووزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تدشين مبادرة هدفها التخلص من الأكياس البلاستيك حيث انتشرت أكشاك توعوية بخطورة هذه المواد الحملة اللي احنا بنعملها احنا بصدد اعلان مدينة شرم الشيخ مدينة خضرة فالمفروض ان هي ما يكونش فيها اي نوع من التلوز تكون مدينة خضرة يعني مدينة صديقة للبيئة يكون الانبعثات فيها اقل النفيات فيها اقل المساحات الخضرة فيها اكتر فاحنا شغالين على كل ده اول حاجة بنتعامل معاها الأكياس البلاستيكية احنا بنحاول نساعد فيه قرار من المحافظ بمنع الأكياس البلاستيكية وده له خطورتها على الكائنات الحية عموما ففيه بنشجع المواطنين على استبدالها وبنوفر لهم البدائل فيه مراكز توزيع 3 مراكز توزيع موجودين في المدينة على المواطنين الأكياس البلاستيك كل يوم بلايها مسكة في الشعب المرجانية بلايها اسماك بتاكلها الأسماك دي طبعاً احنا مثلاً ممكن بناكلها فيها بتبقى جوهة الأسماك جزائيات بتاعتها بتبقى جوهة السمك فيه مثلاً السلاحف بتفتكر البلاستيك ده زي جيلي فش وبتاكله فبتموت الشعب المرجانية برضو بتقفل عليها ما بتعفش تنفس الأسماك نفسها أنا كل يوم في البحر فمن واجهة مشاجر دي المراكب برضو نفس الحكاية بتلاقي البلاستيك والكوبات بتطير من المراكب مع الهوى فكل ده خطر على البيئة تستهدف المبادرة التي تنتشر في عدة مناطق بمدينة شرم الشيخ إلغاء الأكياس البلاستيك في المدينة الخضراء حيث ينتشر عدد من الشباب المتطوعين في المحال والبزارات للتعريف بخطورة استخدام هذه الأكياس البلاستيكية الحملة دي دي الأكياس البلاستيك عشان هي بتاخد مئات السنين عشان تتحلل فإحنا بنبدلها بكياس قماش وبنحاول نوعي الناس إنه هو الكياس البلاستيك مدرة بالبيئة وما بتتحللش غير بعد مئات السنين وبتسيب جزيئات بتاكل منها الطيور والحيوانات والأسماك وبالتالي الحاجات دي هي بتطلع وإحنا بنأكلها يا ما بتموت يا ما إحنا بنأكلها فساعتها دي بتأثر على سلسلة الغذاء بتاعت الإنسان دخلنا على المحلات محل محل بنعرفهم الحملة بتاعتنا يعني إيه النظام بتاعه بنقولهم إن إحنا لغينا خلاص مش هنجيب شونة تلاستيك تاني وهنتعامل بشونة القماش وبنقولهم يجيبوا مكان منين وبنقولهم على المميزات اللي في الشنطة مميزات مختلفة أسعار منها على حسب الماتيري اللي هتناسب الشخص اللي يشتري الشنطة وهو يختار الماتيري اللي هو عايزه أنا النهاردة كدوري إن أنا كنت لازم أروح كل محل أدي له نصايح على المؤتمر أدي له كل حاجة طبعا مؤتمر وأقوله إن لازم ياخد لازم ياخد أكياس وراء بديل الأكياس البلاستيك هي حقائب القماش إذ تتميز بالاستدامة ويمكن أن تستخدم في أكثر من غرض وبالتالي استبدالها بهذه المواد الخطرة أصبح ضرورة لاكتمال سورة مدينة شرم الشيخ المدينة الصديقة للبيئة أحمد الحسيني التلفزيون المصري في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة انطلقت أعمال القافلة الطبية بالوحدة الصحية بالحمروين التابعة لإدارة القصير بالبحر الأحمر ووقعت القافلة الطبية التشفى على مائة واثنتين عشرة حالة من المواطنين بمختلف التخصصات الطبية كما تم إجراءه 28 فحصا معمليا وتم إجراء جميع الكشفات والفحصات وصرف العلاج بالمجان خدمة مجانية تماما ممكن عندنا أكتر من حوالي 100 صنف علاجي بيخدم كافة التخصصات الطبية المريض بيتم الكشف عليه وبعد كده بيتوجه للصيدلية بيتم كتابة الاستخدام والجرعات على العبوات وفي نفس الوقت المريض كده بيتكون تلقى الخدمة كاملة بدون أي تكلفة مادية حرفين وتعقد مؤسسة حياة كريمة خلال الفترة الراهنة عددا من الندوات التثقيفية والتوعوية ومنها جامعة الإسكندرية لتعريف الشباب بالجامعة المصرية بجهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة وحثهم على التطوع وأهميته بالنسبة للمجتمع والأفراد هذا ومن المقرر أن تستمر ندوات حتى 16 من أكتوبر الجاري إذ عقدت المبادرة الرئاسية حياة كريمة وعقدت ندوتها في جامعة السويس فكرة بدأت من 3 سنوات بإطلاق مبادرة السيد رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة واللي أصبحت مشروع قومي على مستوى الجمهورية الحقيقة جامعة إسكندرية فيها قطاعات كتير جدا بتشارك في حياة كريمة من ضمنها القطاع الطبي عن طريق قوافل الطبية نحن نعمل قوافل طبية على مدار العام تقريبا كل شهر فيه قوافلة طبية لإحدى المناطق النائية حوالين إسكندرية النهاردة طبعا المشاركة والعدل الكبير اللي حاضر ده بيعكس مدى وعي الشباب واقتناعهم بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لأن فعلا هما لما سمعوا النهاردة من المسؤولة عن المبادرة فعلا معلومات جديدة ظهر جدا حجم الجهد ظهر جدا أن كل قطاعات المجتمع المصري وكل وزاراته بتشارك لأنه زي ما فخامت الرئيس أطلق المبادرة هي مشروع قومي استقبل وزير البترول والثروة المعدنية طريق المولا رئيس إحدى شركات الطاقة الألمانية وتم بحث التحديات العالمية رهنة التي تواجه صناعة البترول والغاز ومعدلات التضخم المتزايدة وسعي الدول لتأمين مصادر إمدادات الطاقة واستدامتها وأكد طريق المولا أن قطاع البترول يكثف حاليا أنشطة البحث والاستقشاف بهدف تحقيق اكتشافات تسهم في زيادة الإنتاج بالتوازي مع الإصراع بتنمية الاكتشافات التي تم تحقيقها مشيرا إلى أن مصر تسهم في جهود تحقيق أمن واستقرار الطاقة عالميا وذلك من خلال دورها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول بتكامل مع العلاقات السياسية والروابط الاقتصادية القوية لها مع الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول اختتمت فعاليات الدورة الثامنة وثلاثين من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط وحصد فيلم سولى للمخرج صلاح إسعاد من الجزائر جائزة أحسن فيلم بالمسابقة وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم عمود رئيسي من إخراج ماتيو تورتوني وكرم المهرجان فنان الكريكاتور عمر فهمي لتميزه في تصميم بوستر مهرجان الإسكندرية بهذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية نشرة الثالثة من التلفزيون المصري ولم يتبقى سوى التذكير بأهم العنوية البنك الدولي يتوقع تحقيق مصر أعلى معدل نمو بين اقتصادات الشرق الأوسط البرلمان العراقي يحدد الخميس القادم موعدا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية روسيا تستهدف منشآت عسكرية واقتصادية أوكرانية بأسلحة بعيدة المدى ختم النشرة شكرا لطيب المتابعة ودنتم في أمان الله إلى اللقاء شكرا لطيب المتابعة ودنتم في أمان الله إلى اللقاء شكرا لطيب المتابعة ودنتم في أمان الله إلى اللقاء